من أجل القدس سالت الدماء وعقدة المؤتمرات والندوات في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة بل أن المراقبين يعتبرون جوهر الصراع العربي الإسرائيلي ويؤكدون أنه لا حل ولا سلام إلا بإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة فيها ولو تحدثنا بالقوانين فإن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولا تعترف لا بالسيادة الإسرائيلية عليها ولا بإجراءات الاحتلال المتلاحقة التي تهدف إلى تهويدها كما أن اليونسكو اعتمد قرارا بالأغلبية خلال العام الحالي باعتبار إسرائيل محتلة للقدس وأن أي إجراءات لها لاغية فأينما يحدث من هذه القرارات؟